خطرت في بالي آيتين من بطرس التانية لصاحة التانية من الآية الأولى ولكن كان أيضا في الشعب أنبياء كذبة كما سيكون فيكم أيضا معلمون كذبة الذين يدسون بدع هلاك وإذ هم ينكرون الرب الذي اشتراهم يجلبون على أنفسهم هلاكا سريعا وسيتبع كثيرون تهلكاتهم الذين بسببهم يجدف على طريق الحق وبعدين بقول في آية ثلاثة وهم في الطمع يعني التأكيد لكلامك وهم في الطمع يتجرون بكم بأقوال مصنعة الذين دينونتهم منذ القديم لا تتوانى وهلاكهم لا ينعس رائع جسيس أنا حاطت الآية دي لأنها آية رائعة بتأكد الكلام ده وشكرا لتأكيدك وشكرا لمحبتك فهنا بنشوف أن الفكرة الأساسية أن دول مصادر للنبوة فأنت بتعرف أن النبي ده حقيقي ولا نبي كذاب من مصدر النبوة بتاعته بتكلم بكلام الله كلامه بيتطفق مع طبيعة الله ولا بيتكلم بكلمات شيطانية ولا بيتكلم بعرافة ولا بيتكلم بلاني في حاجة كمان الله ما بيغياش رأيه الله ما بيقوليش حاجة وينقودها تاني يوم أو يلغيها تاني يوم لأن الله فاعل مش رد فعل وثابت بالزبت لا يتغير إحنا مرات كتيرة بنعبد إليها زي البوليس العربي يعني البوليس العربي رد فعل لما تحصل حدثة يجري لكن البلاد الغربي بيحطوا قوانين للحاجات عشان تمش عليها على فكرة البشر واحد في كل مكان بس الفكرة اللي بيلتزم بالقانون واللي ما بيلتزمش بالقانون أو القانون أو اللا قانون فهنا بنشوف أن الله هو الفاعل فمصدر النبوة بيتكلم عن بيأكد لي يا طرأ النبي ده حقيقي ولا نبي كذاب اشتركوا في القناة